بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار زي ما حضراتكم شايفين كده تفجير ارهابي بيسبب اضرارا جسيما فيه جسر بدواحي اسمها ميلتوبول وده بعد ما اعلن رئيس حركة نحن مع روسيا فلاديمير غوف على التليجرام ان احد الجسور في قرية في ضواحي ميلتوبول تضرر جراء تفجير ارهابي وده منذ قليل والناس كلها مسورة الموضوع وحطينه على التليجرام الجسر الواقع بنفس اللي حصل في الجسر بتاع يعني جسر الكرم وباحدة ضواحي ميلتوبول الشرقية تضرر بعد تم زرع متفجرات بالقرب من الدعم وبحسب مسؤول فان المخاربين الاوكرانيين يقفون وراء تفجير هيكل الجسر وتعتبر سلطات المنطقة الحادث هجوما ارهابيا دلوقتي قبل ما اي حد يزيعوا لحضراتكم احنا بنحاول نجيب لكم الموضوعات لحظة بلحظة عشان كده بنطلب من حضراتكم تدوس لايك للفيديو علشان الناس يعني تبقى عارفة ايه اللي بيحصل حواليها ودي فيديوهات بتوصك هذه اللحظات واشار غوف الى ان الهدف الرئيسي للرهابين هو تعطيل امداد السلع الحيوية كالغذاء والدواء ومواد البناء الى منطقة زربوية جواخر سون ودي اللي منها الخوف لان فيها المحطة النووية الكبيرة واوضح ان حركة المرور على الجسر متوقفة مؤقتا الان بسبب تدرر الطريق وده مصدر خبر نوفو سيتي ونقلوا روسيا اليوم ربنا يهدي الحال كل اللي نقدر نقوله ربنا يهدي الحال من الانباء المهمة جدا زي ما حضراتكم شايفين كده اشتباكات على الحدود بين الصين والهند ووقوع اصابات ودي مصدر الخبر برضو عشان الناس تبقى شايفة الكلام اصابات في اشتباك مسلح وقع بين الجيش الصيني والجيش الهندي على الحدود والمواجهات دي اندلعت بعد ما اصفرت عن اصابة اشخاص يعني وهزيم الطرفان اصيب جنود صينيون وهنود في مواجهات جديدة بين الجيشين وقعت الاسبوع الماضي على الحدود المتنازع لها في منطقة اسمها الهمراء وفق ما افادت مصدر مكرر من الجيش الهندي ومصدر عسكري يوم الاسنين وقال مصدر هندي مكرر من الجيش ان مواجهات اندلعت الجمعة اصفرت عن اصابة بعض يعني يوم الجمعة والنهاردة كمان وده حصل ما بين الهند والصين هل هنشوف في حروب غير اوكرانيا وروسيا الله اعلى واعلم ولكن في كل فيديوهاتي بدعي ان الناس كمان في دعاهم اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء وان شاء الله يرفع عننا كمان الحروب والمجاعات لان بهذه المنطقة ادي بالزبط دي على الخريطة المنطقة المتنازعة عليها اللي هي باللون الاحمر دي جنب نيبال ويعني الناس كلها مش عارفة انها تموت يعني انا بحس كده انا عارف انهم عارفين ولكن في صراعاتهم وفي مشاكلهم ساعات ما بيحسوش ان هيجي علينا وقت ونموت انا مش عارف جريدة موثقة مغربية اسمها هيسبرس بتقول ان سكان اكادير يتخوفون من فاجعة 1960 ومعهد الجيوفيزيائي الهزة معزولة وهنفهم يعني ايه الكلام ده النهاردة حصل زلزال في الصباح بعد استشعر سكان اكادير هزة ارضية بلغت كواتها 4.5 على سلم رختر الى ازهان ذكريات زلزال 1960 متخوفين من تجدد الخطر خلال ساعات المقبلة واستيقظ سكان المدينة في السادسة صباحا على الهزة الارضية دون وقوع خسار الحمد لله بشرية وقدر المعهد الوطني الجيوفيزياء ان كوة الهزة الارضية بلغت 4.5 على سلم رختر بعرض ساحل اقليم اكادير وفي الصياق قال ناصر جبور اسمه مسؤول ده عن المعهد الوطني هناك لصحيفة هسبريس ان المنطقة نشيطة زلزاليا لكن الهزة تبقى معزولة وتتكرر مرة كل خمسة سنوات تقريبا مشيرا الى ان الهزة لا ثوابك ولا لوحك له وكانت في عرض البحر لكن الناس شعروا بها في المدينة ويشكل زلزال 1960 اقصى ذكريات عشتها جهة سوس ماسا منذ الاستقلال قدرت اعداد القتلى بخمستاشر الف والعزو بالله يعني بنوجه كل التحية والاحترام لا اهل سوس وكل اهل المغرب طبعا واكادير وكل المدن المغربية الناس اللي شرفونا وسط العرب كلهم وسط العالم ووفقا لتقدير فقد حط مزلزال 1960 احياء المدينة ومنها القصبة بنسبة 100% احشاش 100% وفونتي بالجارت والاحياء دي بنسبة كبيرة جدا كما تعالى 10 دواوير في الاحواز الجبلية طبعا للتدمير كبير طبعا بنوجه التحية لكل الدول العربية اللي بيشوفونا واهل المغرب بصفة خاصة وان شاء الله لا يحدث الا الخير ده منذ قليل انقرة بتقول الاستغبارات التركية والسورية تجريان محادثات من اجل عودة اللاجئين الى سوريا اكد وزير الخارجية التركي اسمه مولود تشوش معرفش معلين اغلو وقام حاجة اسمه اغلو يعني كل تركيا متهيال اسمها اغلو مش هيفدنا في حاجة اسمه احنا مش هنطلع له بطاقة لكن مفاد الموضوع اكد ان الاستغبارات التركية والسورية تجري محادثات من اجل عودة اللاجئين السوريين من تركيا الى سوريا وخلال كلمة في البرلمان قال الاستاذ اغلو ده مستعدون للعمل والتعاون مع الجانب السوري في دمشق معا في مجالات مكافحة الارهاب والمضيق ضمن بالعملية السياسية في سوريا وعودة اللاجئين اذ تصرف النظام السوري بجدية واضافنا تواصل مع النظام السوري عن طريق اجهزة المخابرات مصدر الخبر هو روسيا اليوم ربنا يهدي الحال لأهل سوريا وكل الوطن العربي والدول العربية بالذات الدول الجريحة والدول اللي تعبانة وعلى رأسهم سوريا من ضمن الاشياء برضو المهمة اللي حصلت النهاردة وهي داعش اتبنى استهداف فندق وسط كابل في افغانستان ومقتل سلاسة واصابة تمنتاشر بانفجار هز الدنيا كلها النهاردة في افغانستان وكابل في مستشفى يؤكد المقتل سلاسة واصابة تمنتاشر بانفجار في افغانستان ده حسب التقرير بتاع المستشفى طالبان استحوزت على السلطة في اغسطس اتنين وعشرين تسر جامعة طالبان عنها الاوضاع الامنية تحسنت وتم اليوم يعني قتل سلاسة اشخاص واصابة تمنتاشر في الانفجار كرب فندق في العاصمة الافغانية كابل بحسب ما اعلن مستشفى كابول الذي استقبل الضحايا وقال المتحدث باسم الادارة الافغانية التي يدرها طالبان ان سلاسة مهاجمين على الاقل من اياد كوات الامن يعني توفوا بعد ان فتحوا النار على الفندق في كابل يعني يرتدوا رجال اعمال في ناس رجال اعمال صينيون بيروحوا هناك هل بقى يعني نلمس المواضيع ببعضها الصين والهند في مشاكل والصين رجال اعمال مستهدفين في افغانستان وتم ضربها النهاردة يعني تفجير كان قوي جدا كان الانفجار قويا جدا وتلاقى اطلاق نار كسيف وتحدثت وسائل اعلام افغانية ايضا عن تفاصيل مشابهة يقع في حي كابول لغان ده مجمع متعدد الطوابك بيجي عليه كتير رجال اعمال وصينيين يزورون افغانستان بشكل متزايد منذ عودة طالبان وقال مصدر في طالبان في باكستان لوكالة فرانس بريس ان عددا غير معروف من المهاجمين دخلوا الفندق وتم اطلاق عملية النار وبعدها طلق نار متواصل بعد الضرب ولم تعترف الصين التي شارك حدود وعرة مع افغانستان رسمهم بحكومة طالبان الى انها من الدول القالية التي حفزت على حضورها الدبلوماسية الكامل في البلاد طبعا زي ما بقول ربنا يهدي الحال يعني ادعو لنا بس ودعو في التعليقات ربنا يهدي الحال على كل البلاد والعباد بشكركم جدا ما تنسوش الدعاء لنا وليكم وللعالم كله لان الدعاء بيغير الأجدار لان ربنا بيسمع علينا كلنا لو دعينا من قلوبنا ان شاء الله يعني ودعوة الغريب مستجاب فاحنا كلنا بندعي وعايزين نجمع على مئة تعليق مش اقول ألف مئة تعليق تحت في التعليقات نشارك به العالم بأسره من إرهاب ووباء وغلاء وحروب فيعني بشكركم جدا على المتابعة ما تنسوش لايك للفيديو علشان غيرك يوصل لنا ويبقى معانا وكمان ادعمونا بالاشتراك في القناة لو عجبك المحتوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا